أهلا بكم مشاهدين الكرام حلقتنا النهاردة بعنوان هل الإسلام أول الأديان في الحلقة دي حنناقش ببساطة إذا كان الإسلام أول الأديان فما هو دليلك على ده إحنا عايزين نعرف ده وإذا كان آخر الأديان زي ما تعلمنا وإحنا أما كنا مسلمين فإيه برضو دليلك إنه آخر الأديان وإنه فيه رسالة معينة وإنه ليه أهداف معينة متصلة بما سبقه على الأقل لأن ربنا مش بيغير رأيه وربنا مش بيغير رسائله والمفروض إنه كل الرسائل تبقى متصقة في خط واحد ويجب إنه يكون عندنا أدلة إنه من عند الله ولا مش من عند الله ولو من عند الله ليه من الأسئلة المهمة اللي كنا بنسألها من وإحنا صغيرين ليه يعني ليه إنه الإسلام مجاش من الأول ليه ما كانش الإسلام أول الرسائل ليه ما كانتش الرسالة كلها اسمها إسلام من الأول هو إحنا ما كنا بنسأل السؤال ده ما كناش بنبقى فاهمين أوي إحنا عايزين نعبر عن إيه لأنه السؤال اللي كان بيتسئل كتير على الإنترنت وإحنا صغيرين في المدارس ليه محمد ما كانش أول الأنبياء لأنه مع كل هذا التعظيم والتفخيم وكده كان المفروض إنه هو اللي عنده الرسالة بقى الحقيقية يعني الرسالة اللي فيها الدسم كله مش كده فكان لازم يجي الأول فليه ما جاش من الأول ما كناش عارفين إنه إحنا في داخل هذا السؤال عندنا سؤال آخر ليه الديانات الأخرى مختلفة عن الإسلام وليه جوم الأول وليه إحنا المفروض إنه إحنا ما ينفعش إنه إحنا نعتنقهم مثلا لأنك هتلاقي إن الشيخ بيقوله كده إذا كنت بتسأل علشان تعرف حتشوفه دلوقتي فيديو إذا عايز تعرف إنه هل يمكن اعتناق هذه الديانات لا ما ينفعش إذن ما فيش تواصل بين الاتنين فكان عندنا أسئلة كتيرة وأنا متأكدة إنه هذا السؤال هام بالنسبة لك وبالنسبة لك النهاردة أهم الردود اللي كنا بنستقبلها على طول أول ما تسأل أسئلة زي كده هو موضوع تطور العقل وإنه الإنسان ما كانش جاهز إنه يفهم الإسلام كما جاء بيه محمد في الوقت اللي جيبي محمد وعلى نفس المستوى من الردود برضو إنه الشرائع المختلفة كانت لناس مختلفة وكان عندهم ظروف مختلفة فدول الردين اللي كانوا الأعلى إنه عقلك وكانش متطور قوي إنه عقل الإنسان كان محتاج وقت علشان خاطر إنه يوصلوا الإسلام بالصورة الصحيحة وإنه محمد يكمل هذه الرسالات الحقيقة إنه كلام غير مقنع زمان مبارح كنا بنعديها لكن دلوقتي إحنا بنفكر ونسأل ونستنتج فأنا بصلي النهاردة إنه إنت وإنتي وإنتي بتسمعوني النهاردة تفكروا تسألوا تستنتجوا أنا اخترت عنوان الحلقة وموضوعها زي ما هو كده هل الإسلام أول للأديان ولا لأ لأسباب معينة أولا قول إن الإسلام آخر وخاتم الديانات ومكمل وكل ده هو قول يتناقض مع ما قدموا الإسلام إذا كنا حنقول إنه الإسلام هو مكمل للديانات ويعني في نفس الرسالة واتباع الوحدانية وكل ده لكن الرسائل العملية في الشرائع العملية فيه تختلف تماما عن اليهودية والمسيحية مثلا فالإسلام جاء وفيه ارتداد في المبادئ الروحية والإنسانية عن كل ما سبقوا من الكتب أو من الرسائل تعلمنا نقول إنها كتب لكن الحقيقة هي رسائل من الله وإننا لو صدقنا إنه كل الأنبياء كانوا مسلمين لكان الإسلام أول دين يعني لو يعني اللي بيقول إنه كل الأنبياء كانوا مسلمين وطبعا ده كل الشيوخ إذن كان فيه رسالة إسلامية بيقدمها هؤلاء الأنبياء اللي أنتو بتقولوا عنهم فلما تيجي تبص على مين الأنبياء اللي بيتكلموا عنهم دول هتلاقي مثلا منهم المسيح ولا يمكن إنك تقول إن رسالة المسيح متابقة في أي شيء ولا موازية في أي شيء لرسالة الإسلام ومحمد أبدا في صدقة البرنامج العزيزة إنجي كتبت لي الأسبوع ده أيضا حواريكم رسالتها وإن يعني الرسالة اللي هي كتبها هي تعبر عن ما يتكلم في معظم المسلمين لكن لو كان الإسلام دين مؤثر لكان معظم العالم بقوا مسلمين لكن الواقع غير كده تماما فخليني بصوا للصورة دي معايا قبل ما نشوف رسالة إنجي الصورة دي هي خريطة للأديان في العالم كله البنبة الخفيف ده هو الإسلام وتركيز الإسلام في العالم على المنطقة دي لكن الدين الأكثر انتشارا هو المسيحي بكل بقى طواقفها وده برضو الإسلام بكل طواقفه فيعني إذا كانت الرسالة الإسلامية هي المكملة لكل الرسالات فلماذا لم تنتشر بنفس انتشار المسيحية أو يعني في 14 قرن ده سؤال لازم تسأل نفسك ليه لو كانت الرسالة دي يعني مؤثرة بهذا الشكل لماذا لا يعتنقها الجميع خلينا نشوف إنجي قالت ايه؟ إنجي بتقول نعم الإسلام هو أول الأديان فالإسلام هو الإيمان بالله الواحد بتقول كده الإسلام هو الإيمان بالله الواحد أنا أسفى راح أتميني الصورة بتقول إنه ده إنه هو الإيمان بالله الواحد الأحد الخالق الحق بالعبادة واليوم الآخر والحساب والعقاب والملائكة وجميع الأنبياء والرسل والرسالات السماوية يعني قبل ما أكمل بقى عن اللي بتقوله عايزة أقول يعني إنه في كل ما قالته هو إن الإيمان بالله الواحد الخالق الحق بالعبادة أولا شخص الله غير معروف في القرآن أو الإسلام عموما بنفس الصورة اللي الله قدم بيها نفسه منذ البداية في سفر التكوين وفي الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد خالص ملوش علاقة خالص بشخص الله الحقيقي ومسألة اليوم الآخر والحساب والعقاب والملائكة والكلام ده كله ده فيه اختلافات كثيرة كلها تختلف تماما عما قدمه الله في الكتاب المقدس عهد بعهده القديم والجديد يعني اليهودية والمسيحية وبتكلم بقى عن الرسالات والرسل والكتب السماوية وهي بتعتقد إن الرسل دول كانوا وسلمين أيضا زي ما قالوا لنا زي ما علمونا ولكن أين الدليل على إن هؤلاء قدموا نفس الرسالة أو ذكروا الإسلام بأي صورة من الصور في الكتب الأصلية في المراجع الأصلية في المخطوطات الأصلية ليس لها وجود أوكي؟ ومعن بتسألني بقى تقرب لي الصورة تاني بتقول تقدري حضرتك تقولي لو تسمح تتقرب الصورة تاني بتقول تقدري حضرتك تقولي إيه؟ دين آدم وكل الأنبياء أولا دين آدم وكل الأنبياء وهي جملة آدم من ضمن الأنبياء ودي مشكلة دي مشكلة من مشاكل الإسلام خلينا نشوف الكلام عن آدم كنبي الكلام عن آدم كنبي بتقول إنه آدم نبي من الأنبياء في أحاديث بتقول إنه حديث عن محمد بيقول كده الصوت لو سمحته إنه أول دين نزل من السماء هو دين أول الأنبياء وهو أبونا آدم عليه السلام فقد كان نبيا مكلما يوحى إليه فعن أبي إمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم قال نعم مكلم فقال فكم كان بين وبين نوح؟ قال عشرة كرون ده الدليل على إنه آدم كنبي لكن إيه رسالة آدم؟ وآدم كنبي لمين؟ دي مش أسئلة لازم نسألها إزاي نقدر نقول إنه آدم كان له رسالة وكان نبي وبيعلم وكلام من ده وإحنا ما عندناش أي دليل على إنه كان له رسالة معينة بيقدمها للناس المفروض إن إحنا تعلمنا في الإسلام إنه رسائل إنه كل نبي عنده رسالة ليها أدلة، ليها كتب، ليها تعليم معين آدم إيه دليلك؟ الكلام عن السعيد المسيح في سورة آل عمران إيه دليلكوا إنه المسيح اتكلم مع الحواريين وقال لهم من أنصاري إلى الله فقال الحواريين نحن أنصار الله أماننا بالله وأشهد بأننا مسلمين جبتوا الكلام ده منين؟ هل هناك أي دليل في العهد الجديد عن كلمة للمسيح بيكلم مع التلاميذ بتوعه ولا الرسل وبيقولوا إحنا مسلمين؟ ليس هناك ذكر لهذا الأمر أبداً وليس له أي دليل في أي أيضاً من المخطوطات الأصلية ويتكلم على بل إيس ويقول إن بل إيس أسلمت يعني هي خرافات إيه الدليل على كل هذا الكلام الفرق بين قصص محمد وكلام الله في الكتاب المقدس هو إنه عندما يتكلم الكتاب المقدس عن بدء الخليقة عن الشخصيات اللي موجودة في الكتاب المقدس يعطينا الله صورة واضحة جداً عن علاقته بالبشر اللي هو خلقهم آدم كان قريب من الله وكان عنده حياة مع الله وخبرة مع الله مباشرة شاركها معاه لمدة 900 سنة أكتر من 900 سنة آدم عاش 900 وحاجة سنة وشارك هذه الخبرة مع أبنائه الفرق بين إنك تكون بتعلم أبنائك خبرتك عن الله والحقيقة اللي أنت عشتها مع الله آدم كان شخص مختلف تماماً هو أول الخليقة آدم وحوة أول الخليقة اللي شافه الله وجهاً لوجه اللي مشيه معاه اللي تكلمه معاه اللي تعلمه منه اللي خلقوا على صورته وشبهه ومثاله اللي الله وجد لهم حل لمشكلة الخطيئة لهم وللبشرية بالكامل وكانوا عارفين إن الله له خطة لنجاتهم فدول كانوا ناس مختلفين ولكنهم وصلوا خبرتهم مع الله لأبنائهم ولكن ده لا يعني إن الله بطل إنه يكلم الأبناء والأحفاد كل هؤلاء وهتكلم عن بس العشر أجيال اللي بيقول إنه هو ما بين آدم ونوح عشرة أجيال هتكلم عن بعض الناس اللي كانوا في هؤلاء الأجيال كل هؤلاء كان ليهم خبرات شخصية مع الله خبرات خاصة مع الله نتكلم عن مثلا أخنوخ فيقول إنه أخنوخ كان يسير مع الله يقول وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخده لأنه كان شخص قريب جدا مع الله من الله ما تشالح هو أحد الأحفاد لآدم عاش ما تشالح تسعمائة حاجة وستين سنة مات في عام التفان ما تشالح كان آخر واحد يعاصر آدم تعلم منه شاف وجهاً لوجه يعني لو أنت بتفكر كده وتقول أنا عشت في عصر موسى فأنت هتكون عشت في عصر موسى بكل معجزاته وبكل صعوباته وبكل معرفة موسى بالله وكل تعريفه لشعبه بالله هناك يعني فرق كبير بين شخص عاصر حياة مع الله وعاصر حد عاش حياة حقيقية حية مع الله يتكلم مع الله وجهاً لوجه لأشخاص بيتكلموا عن الله ويقولوا أنه هو قاعد فوق في السماء وبعيد عننا تعالى الله عما يصفون والكلام ده كله دي مش العلاقة إلا الله بيورينا أنه كان قاصد يعملها مع أبنائه في العهد القديم والعهد الجديد أدهشني جداً أنه ما تشالح مثلاً هو مات في عام التوفان فضل لحد ما نوح كان جاهز أنه يسمع من الله وأنه يبني الفلك نوح هو كلام الله المباشر ليه عايز أرى لكم يعني جزء صغير جداً من كلام الله مع نوح فيقول كده الكتاب يقوله أما نوح فوجد نعمة في عيناي الرب وبيتكلم عن موليد نوح وبيقول أن الأرض امتلقت ظلماً وأن الله رأى الله أن الأرض قد فسدت وأنه كل بشر أفسد طريقه على الأرض فقال الله لنوح ربنا ما بعتش مرسيل لنوح ولكن يقولك فقال الله لنوح مباشرة نهاية كل بشر قد قاتت أمامي لأن الأرض امتلقت ظلماً منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض اصنع لنفسك فول كان من خشب ويشرح له الخشب نوعه إيه وعرضه إيه وطوله إيه تفاصيل حديث مع الله عايز أقولك وأقولك أنه اللي أنا بقوله في الكتاب المقدس ده ليس ببعيد عنك وعني لأنه في المسيح نحن نتحاور مع الله في المسيح عرفنا أن الله أتى ليخلصنا أنه محبته خلته يجي هو بنفسه عشان يخلصنا وأنه يكون لنا علاقة شخصية به وحديث متواصل مع الله وعلاقة متواصلة مع الله كأبناء أوكي يعني كلام الله مع نوح ووعد الله لنوح بالخلاص من خلال الخلاص اللي دبروا لنوح وأولاده ومستقبلهم ليكون مستقبل البشرية هي نفس الصورة اللي كانت معه آدم وحوان الله دبر لهم خلاص وبشارة عن مجيء المسيح وأيضا مع نوح كانت بشارة أخرى وصورة أخرى من ترتيب الله للخلاص اللي بعد كده هنشوفه يأتي في صورة المسيح خلينا نشوف بعض تعليقات الشيوخ نشوف إزاي يعني إذا كان عندهم إثبات أو منطق في موضوع تعدد الرسالات والأديان وهل الإسلام هو أول الأديان والأخر الأديان وينفع نقول كده ولا ما ينفعش والكلام ده كله عايزة يعني أحقول من الأول إن محدش فيهم قال حاجة جديدة بس أنا عايزاكوا تسمعوا كويس المنطق اللي بيقدم واللي بيردد بلا فهم وتبقى أنت شايف الثغرات اللي في المنطق اللي بيقدم ده خلينا نشوف الأول الشيخ عمر عبد الكافي وهو بيسأل سؤال أنا أقول لكم السؤال عشان تسمعوا إجابته على طول بيقول كده إيه الحكمة من نزول أديان سماوية كثيرة السائل بيقوله كده ولماذا لم يدعو جميع الأنبياء إلى دين الإسلام وحده حتى لا يكون هناك فتن طائفية يعني هذا السائل يرى أنه دعوة أو رسائل الأنبياء اللي بيقول عنهم أنبياء قبل محمد كانت تختلف عنه فهو بيقول يعني لو هو ربنا عايز الرسالة اللي جي بيها محمد ما جاش بيها من الأول ليه؟ خلينا نسمع عمر عبد الكافي بيرد إزاي؟ ريب أنت مش وقت بارك ليس هناك أديان في التاريخ هناك دين واحد ولكن جاء عن طريق حلقات من السلسلة الورانية هذه تسمى اليهودية هذه تسمى النصرانية وهذا هو الإسلام هذه حلقات أما الإطار العام هو ربنا وجعلنا مسلمين إليك ومن ذريتي الأمة مسلمة لك وقالنا منا سكانه وتب علينا إنك أنت التوب الرحيم أوكي يعني لا حبيبي معلش أنت مش واخد ذلك أنت أنت اللي مش فاهم ما فيش أديان في التاريخ لكن كلها كل هو دين واحد و نزل على شكل رسائل نورانية ممكن تسميها بقى يهودية أو نصرانية أو إسلام هو يتكلم على اليهودية لأنه ملاحش اسم تاني لكن المسيحية ما يقولش مسيحية يقول نصرانية ليه بقى لأنه الشيوخ اليوم لا يعترفوا بالديانة المسيحية لأنها مناقضة تماما لكل ما أتى بيه الإسلام عشان كده هم عندهم حاجة تانية يسمعها النصرانية عشان يقولك أنه المسيحية الموجودة دي محرفة والنصرانية دي كانت موجودة وهي تشابه الإسلام إيه دليلك لا فيش ولا دليل لا فيش ولا دليل دليل يقلوله صح كده you know ويقولك أنه دي رسائل نورانية تسميها بقى يهودية نصرانية يعني أنت عايز تقولي أنه منذ بدء الخليقة منذ خلق آدم إلى أن أتى محمد في القرن السابع بعد الميلاد السادس بعد الميلاد يا سيد تزعلش إلى هذا الوقت لم يكن عند الله رسائل واضحة تخلص البشر تقود البشر لحد هذا الوقت قالك بقى إيه أنا جاي بقى الختامه ومسك لكن لما تيجي بقى تفتح اللي ختامه ومسك دي تلاقي مصايب وبعدين يروح بقى مستدل بآية من القرآن ويقول المفروض أنه إبراهيم بيقوله يعني ويقول أنه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة من سورة البعر اديني دليل على أن ده كان حديث الله مع من ذكرت من الأنبياء كله إبراهيم لكل من لا يعرف إبراهيم لم يكن أبدا في شبه الجزيرة العربية وأنه يعني حتى إسماعيل كان عايش قريب من إبراهيم فلما مات إبراهيم راح حضر عز أبوه راح دفن أبوه مع أخوه إسحاق وأنه الأدهب من كده بقى أنه مكة لم تكن موجودة إلا في القرن الرابع فيعني وقت إبراهيم مكة ما كانتش موجودة خالص فيعني البحث يوصلك أنه مش عشان أي حد بيملى الفراغات بكلام وخيالات كده هو يعني عنده يبقى بيقول الحقيقة لازم يكون فيه تفاصيل لحياة هؤلاء يكون فيه أدلة تقولك أنه ده حصل فعلا أين ذكر أنه إبراهيم بنى كعبة بالعكس بالعكس إبراهيم يعني الله انتزع من عبادة الأصنام لمعرفة الله الواحد يهوة إله الكون الأول والآخر مش ممكن يبني صنم والكعبة صنم في وسط أصنام فكان مش ممكن يبني صنم ويقول أنه ده بيت الله لم يؤمر حد ببناء مكان لحلول الله أو ظهور الله أو لاجتماع الله بشعبه إلا يعني الشبيه اللي حصل مع موسى وهارون وبعدين بعد كده داود وحتى داود مقدرش ابني الهيكل ولكن سليمان بناء ده كان بعيد جدا عن وقت إبراهيم مفيش علاقة خالص بين الاتنين فالبحث بيعلمنا والسؤال بيعلمنا وموضوع الشرائع المختلفة خلينا نشوف هذا يعني اليوتوبر يعني أنا حستمر معاه شوية عشان تعرفه تفسيره هو لموضوع يعني ليه الإسلام كان آخر الشرائع وإزاي أنه نزل بالتدريج والكلام ده كله نفس الأفكار اللي كنا بنسمعها زمان هي بتتكرر هي هي ولكن ليس عليها لها أي دليل أو نتيجة تفضل ده حتى آخر شريعة عشان الصحابة رضوان الله عليهم يقدروا يستوعبوها نزلت على مراحل الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها الصلاة والصيام والزكاة بشكلهم الحالي مش كلهم اتفرضوا كده مرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق العقل البشري وعالم قد إيه العقل ده عبقري وعالم قد إيه العقل ده بيتطور بشكل رهيب وفي نفس الوقت عالم بعنده وكبره عشان كده الآية في صورة المائدة لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كل زمن ليه أوامر ونواهي معينة بتتناسب معاه أيام سيدنا آدم عليه السلام كان الأخ ينفع يتجاوز أخته شرط إنها ما تكونش من نفس البطن مع تطور العقل البشري بقى ورقيه مع مرور الزمن هيقدر يستوعب الشكل الأجمل والأكمل للجنس البشري إنما صعب جدا تاخد طفل تدخله سنة اللي متياز في الطب وتستغرب هو ليه مش فاهز يعني أولا هبتدي من حتة جواز الأخ من أخته والكلام ده كله يعني عبر العصور وفي حضارات مختلفة كثيرة زي مثلا الحضارة المصرية كان الأخوات بيتجاوزوا برضا ايه يعني الحضارة المصرية بكل عظمتها وتقدمها في هذا العصر اللي احنا لحد النهاردة لست بنكتشف حاجات حصلت في الحضارة المصرية كانوا برضو الأخ بيتجاوزوا اخته دي مالهاش أي علاقة بالنمو العقلي ولا مش النمو العقلي فدي برضو من الحاجات اللي كنا بنسمعها زمان إنه كان فيه تطور كان فيه تدرج في الأمر فيقولك إنه حتى الشريعة نزلت على الصحابة بالتدريج طب نزلها بالتدريج ليه سؤال يعني يعني هو كان بيعلمهم وهو ماشي لكن مسألة بالتدريج دي ليه عشان ما يخدهمش ما هم كانوا بينفزوا كل الأوامره وبعدين رح رابطها بالنسخ والمنسوخ وما ننسخ من آية أو ننسها فنأتي بأحسن منها أو مثلها هو إيه أي كلام علشان يلزق موضوع إنه الله ممكن يلغي حاجة ويشيل حاجة ويحط حاجة ويديلك ويديلك حاجة منها أحسن منها فعايز يقول يعني إن الله نسخ الأديان السابقة هل الله نسخ الأديان السابقة بكل تعاليمها وإذا قرنت التعاليم في المسيحية بالتعاليم في الإسلام هتجد أيهم الأفضل بصراحة يعني هو مثلا الموعظة على الجبل التكلم فيها المسيح عن كيف نتعامل مع الآخر وزي أن الله يبارك تعاملاتنا مع الآخرين وكيف نحب الأعداء وكيف نصلي من أجل المتهدين وكيف نرجو ما هو لله مش لأنفسنا وكل الأشياء الجميلة اللي موجودة في هذه الموعظة على الجبل اللي تكلم بها المسيح من قلبه لأبنائه ده دستور المسيحي عندك شيء يشبه في الإسلام ولا عندك القصاص وعندك القتل وعندك العدم أنت ما تقدرش تحب الآخر الآخر اللي هو المسيحي الآخر اللي هو الكافر الآخر اللي هو اللي على غير دينك حتى ولو كان مراتك فمفيش أي تقابل أو تشابه بين الاتنين أيهم أفضل المحبة والغفران أمن الانتقام والتعذيب والغضب ينو بيتكلم بعد كده عن الفرائض والصلاة والسوم وإنها نزدد بالتدريج دي نفسها مشكلة يعني فكرة الفرائض و و و و و وإنها يعني الفريضة تحس إنها تقيلة على الناس حتى في القصة اللي حكاها محمد إنه طلع ونزل مش عارف كم مرة وإنه هذا الإلهف فرد خمسين صلاة في اليوم ما تتعملش ما تتعملش غير منطقية فكونك تنسب إلى الله إنه أفرض شيء غير منطقي دي مشكلة ولكن الحاجات دي بتحصل لإن المتكلم عن الله لا يعرف الله ولا يعرف شخص الله بالمرة الله مش عايز إنك تقدي فرود ولكن الله عايزك تعيش حياة معاه فعلشان كده لما الكتاب المقدس يتكلم عن الصلاة لما المسيح سألوه نصلي زي صلوا يا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك أنت رب أنت أبونا أنت اللي يتقدس اسمك أنت اللي يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض لتكن مشيئتك أنت وليس مشيئتنا نحن مش كده ليعلو اسمك أنت مش أشخاصنا فالفرق أنه عندما نتكلم عن الصورة اللي بيقدمها الإسلام عن العلاقة بالله يجعل الإسلام الإنسان مركز للعلاقة ولكن الواقع زي ما قلنا ألاف المرات أنه الكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو المركز للحياة في كل شيء وأننا من خلاله من خلاله من خلال الحياة معاه نحن جزء من الجسد وده مش ما يقللش أهميتنا بل بالعكس ده يعطينا إحساس بالوحدة والأمان والاتصال بالله الدائم بيقول كده أنه أنه قال جملة كده واجعلنا لكل منكم شريعة ومنهاج شرائع تتناسب مع نمو الإنسان عارفين الكلام ده فكرني بإيه أنه فكرة أنه النموس لما الله أعطى النموس والشرائع لموسى الله كان بيكلمهم على إزاي تعيش حياتك اليومية وإيه اللي تعمل وإيه ما تعملش وإيه ما تاكلوش وإيه كان فيه تفاصيل كتيرة جدا وهذه التفاصيل في النهاية تجعل الإنسان يواجه نفسه أنه مهما كان لا يستطيع أنه ينفذ كل هذه التفاصيل بقلب سليم أو باستمرارية لأنه في النهاية إنسان ضعيف ناقص حيميل للخطية برضو وإنه زبائح أي كانت هذه الزبائح اللي بيقدمها الإنسان زبائح خطية زبائح غفران وهكذا الرب بقى اللوم في الآخر ما تدونيش زبائح حيوانات أنا عايز زبائح القلب التوبة الحقيقية اللي اتصال بيه الحقيقي ويجي المسيح يقدم الزبيحة عن الكل فإن قبلته وقبلت ما قدمه على الصليب من أجلك تبتدي تتغير أنت وتعرف أنك أنت بقيت جزء من الحياة مع الله بصورة مباشرة بقيت ابن من الأبناء لكن في الإسلام أنت دائما بتواجه بشرائع وفرائد وأشياء يجب أن تقوم بها أنت كإنسان ولكنها لا تقدم لحياتك أي تواصل روحي مع الله خليني يعني لو بصينا على علاقة الله بآدم وحوة هل علاقة الله بآدم وحوة في الكتاب المقدس مسيرة الله معاهم ومحبة الله ليهم وإيجاد الله حل لموضوع الخطية الأصلية والموت الأبدي وترتيبه لأن يأتي المسيح ليخلص البشرية لم يختلف ده مع آدم وحوة عني وعنك لكل البعيدين عن المسيح لكل من لا يعرف المسيح النهاردة لكل من لا يعرف حبة الله الحقيقية بقولك الله بينظر ليك ويتعامل معك ويقدم ليك ويسعى أنك تشوفه وتعرفه زي ما كان بيتعامل مع آدم وحوة وأنه كل الأمور في حياتك هتجد فيها ما ما يمكن أنك تشوف أن الله بيدعوك لمعرفته الحقيقية دلوقتي في اللحظة دي وإنت وإنت بتسمعوني الله عايزك وعايزك تعرفيه بصورة مختلفة بالصورة الحقيقية تعرفه من هو ما يتغطاش بأقنعة الإسلام وأحجبة الظلام اللي بتغطي شخص الله في الإسلام الناس اللي ربنا اتكلم عنهم في الكتاب المقدس من آدم إلى المسيح وتلاميذه ورسله والكنيسة اللي هي أنت وأنا النهاردة لينا علاقة بالله مباشرة زي ما كانت علاقة الله بآدم من الأول للآخر ولكن كل ده ليس ليه علاقة بالرسالة الإسلامية خالص لما الكتاب المقدس يقولك كده أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم يعني عايش معاك وليس عنا ببعيد وإننا أبناء الله والمسيح يتكلم معنا ويقولنا أنا القرمة وإنتم الأغصان إحنا جزء منه فده مختلف تماما عن الحياة في الإسلام أو في الشرائع الإسلامية خليني أشوف الفيديو اللي بعد كده أما ليه الشرائع بقى وليه في مسميات مختلفة وليه هي مش شريعة واحدة برضه الشريعة هي الطريقة اللي بتعيش بها حياتك وبتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى وده اللي خلى الشريعة بتختلف على مر العصور حسب قدرة البشر على الاستعاب والفهم هو أنا مقلت لكمش أصل بقية الآيات في سورة هود بتوضح رد الأقوام دول على الرسل لما كانوا بيقولولهم عبود الله ملككم من إله غير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفع على في أموالنا ما نشاء شريعتك هتخلي فلوسي وشقايا مش هينفع السرر فيهم براحتي فلوسي يا جدع ياكش أولع فيهم أنا هجيب حمام وطياره في فقرة بقى ولا مفيش فقرة وأنا مالي ما يموتوا وحتى يريحون من الزحمة ويرتحهم الفقر الجزء ده من شرعتهم إن هم يحسوا بالمحتاج ودي حاجة إنسانية جدا كان بالنسبة لهم صعب جدا وكان بالنسبة لهم في زمانهم لا ده التزام كبير جدا بصراحة مش هنقدر تخيل دول لو كانت قال لهم سموا وصلوا وزكوا وجهدوا وفي سبيل الله لا ده خيال علمي بقى ده ده عنده خليط من عادل إمام على عبد الله مش عبد الله الشريف كده يعني كل واحد دلوقتي عنده برسونا كده بيحب يقدمها لكن مع كل ده هو نفس الكلام اللي كنا بنسمعه من وإحنا صغيرين وبيتكرر بنفس الطريقة قصة موضوع هود والناس اللي قالوا له إنت عايز تاخد فلوسنا ونديها للفقرة لا إحنا ما بنعملش كده يعني من 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 أهم الحاجات الواضحة جدا في في الكتاب المقدس مثلا في 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 سفر الخروج وال العدد والتثنية وكده وكل الشرائع أو التعليم علمها الله لموسى وهرون وللشعب تجد إنه فيه إحساس بال الترابط وإنه فيه اهتمام بالفقير وإنه فيه اهتمام بالغريب اللي مش من أرضك وإنه ليهم مكان وليهم نصيب في الحصاد مثلا وإنه ليهم إذا حبوا إنه هم ينضموا إلى إلى الديانة اليهودية مثلا نقولها ببساطة كده إنهم يقدروا إنهم ينتموا إلى عائلة وإنهم يعبودوا الله بالطريقة الصح والكلام ده كله دائما فيه مكان للأرامل للفقراء فالتعليم ده بتاع إنه اهتم بأهلك والفقرة مش حاجة جديدة وهل لإنه مجموعة من الناس مش عايزين يساعدوا الفقرة أقوم أنا أقول إن عقلهم قاصر ومنزلش رسالة أو ما أتعاملش معاهم برسالة الله الحقيقية المسألة المسألة إنه فهم إن الرسالة هي تعليم اعمل وما تعملش دي مشكلة لأن هذا هو الإسلام تصاحب مين وتعادي مين تعمل تاكل إمتى وتفطر إمتى وتدخل برجلك اليمين وتدخل برجلك الشمال لكن في الحياة مع الله حتى في العهد القديم الأصل هو تعريف الله إعلان الله ذاته لنا والحياة مع الله لما إبراهيم الله كلمه كان الله بيقوده وكان لإبراهيم حياة مع الله وكان معروف إنه إبراهيم عنده علاقة بالله ومن خلال هذه العلاقة علت وعرفت تتبع الله وأبناء وإسحاق ويعقوب كل دول كانوا أيضا لهم نفس التواصل مع الله لكن الإسلام دائما يركز على اعمل وما تعملش فيقول لك أصلي دول ما قدروش يساعدوا الفقرة يعني أو يعني ربنا كان بيخدهم على قدهم حتى مساعدة الفقرة ما قدروش يعملوها لا دائما إلى اليوم في ناس ما بتساعدش الفقرة مش عايزة تساعد الفقرة يا أخي هم حرين على رأيك هم حرين عشان قلبهم ما يعرفش الله الحقيقي لأنه الإسلام لم يقدم معرفة الله لمعرفة الله العلاقة العلاقة بالله كما يردها الله علاقة ابن بأبنائه مش عبد بسيد فتقديم سورة الله في الإسلام غلط خالص تقديم العلاقة بالله في الإسلام غلط خالص ملوش علاقة بما يقدمه الكتاب المقدس وده خيال العلمي فعلا وده يخليني يقول أن شريعة محمد جات بشرية بدائية أرضية مناسبة لطبيعة التوحش اللي جات بيه تعاليمه البدائية الغير متصلة بروح الله أبدا عارفين لو كان محمد جه في العهد القديم وقدم ده قدم الكلام ده كان كلامه ممكن يتبلع علشان الناس كانوا بيتعاملوا مع بعض بوحشية وتفرقة لكن إنه إنه رسالة محمد تؤخر إلى عصر يعني أقرب إلى يعني كان في الوقت ده كان فيه بلاد حوالينا متحضرة وعندها حضارات معروفة وعايشين بصورة أكثر حضارة جدا من الجزيرة العربية فجي محمد رجع كل الورا أو هذه الأفكار والرسالة الإسلامية رجعت الكل للطبيعة الوحشية اللي عايزة تاخد كل حاجة بالدراع فلا يمكن أنه يكون ده من الله لا كان من البداية ولا علموا اللي انتو بتقولوا عليهم أنبياء اللي كانوا قبل محمد خلينا نشوف الفيديو اللي جاي اللي بيتكلم فيه عن برضو كل الأنبياء اللي من أو محمد للنهار ده رسالتهم وحدة كل الأنبياء من أيام سيدنا آدم عليه السلام لحد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت رسالتهم وحدة وهي رسالة التوحيد أموال للمشكلة فين وزاي بقى فيه ديانات مختلفة فهمت إن ما فيش حاجة اسمها ديانات مختلفة في حاجة اسمها شرائع وأمم مختلفة الدين واحد بس إن الدين عند الله الإسلام ما 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 إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفة مسلمة وده من قبل ما يكون فيه يهودية ونصرانية أصلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون قال الحواريون نحن أنصار الله آمان بالله واشهد بأن مسلمون فالرسالة واحدة هي رسالة التوحيد والدين واحد هو الإسلام على فكرة الرسالة مش مسألة التوحيد يعني فيه ناس كتيرة كانت بتعبد إله واحد إذا كان صنم ولا الله الحقيقي ولكن الرسالة هي إن الله هو اللي أعلن نفسه وأعلن محبته وأعلن شخصه للبشر وتواصل مع البشر فالرسالة هي معرفة شخص الله مش مسألة التوحيد لما تعرف شخص الله ما تقدرش تلتقي بغيره ما تقدرش ترتبط بغيره وهل يعني كل الآيات اللي هو قالها أرجع تاني يقول هل قول القرآن على ألسنة هؤلاء سواء كان إبراهيم يعقوب إسحاق من يقولون أنه المسيح اللي هم بيسموا عيسى هل ده دليل على أنه ده حصل أو تقل فعلا أم هو اختراع بلا دلائل تاريخية ولا روحية أصلا ده سؤال فكروا فيه خليني أقولك حاجة فيه يعني فكرة جات لي وأنا يعني بفكر في الموضوع ده لو لو فيه واحد لو قلنا مثلا في العصور المضية راح منطقة جديدة جزيرة كده ولقى فيها مثلا تماثيل زي تماثيل إغريقية مثلا ومنتشرة والناس الجمعة ما يعرفوش حاجة عن التماثيل دي فقال لهم أنا جالي الوحي وهقول لكم بقى قصص التماثيل دي ايه وتمثال الفلاني ده اسمه كذا وبناله قصة وده اسمه كذا وبناله قصة وده ايه الدليل ايه الدليل محمد أخد بعض القصص اللي سمعها واللي تعلمها من الشرائع اللي كانت حواليه تعلم من اليهود ومن المسيحيين وقدم هو بقى أضاف هو ما أراد أو ما تخيل مع تغيير الهدف ومع تغيير المستقر بقى احنا في المسيح وفي العلاقة مع الله هدفنا في الآخر اننا نكون أداء لمعرفة الناس شخص الله واننا نحية مع الله حياة مرتبطة بي بقيادته بمحبته ب يعني بقيادته لحياتنا في كل خطوة سواء الكتاب بيقول كده وده لسن حالنا انه يعني انعيشنا فلرب نعيش وانموتنا برضو يعني فانموت فيه برضو فاحنا حياتنا للرب ومماتنا للرب وكله متصل بحياة كريمة تقدم خير للبناء للمجتمع وللاخرين لكن ايه الهدف من نهاية حياة المسلمين الاسباء على دخول الجنة في الاسلام علشان علشان تسبق وعلشان تضمن مكان مستقرك في الاخر اللي المفروض يعني الهدف كله حور عين وجنس وخمر ومش عارف ايه الفايدة وعشان توصله دايريكت بقى فلازم تجاهد في سبيل الله تقتل او 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 تقتل في سبيل الله دا ملوش علاقة بقلب الله خالص خالص ليه نشوف الفيديو اللي بعد كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقى ارسل بالشريعة الخاتمة ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ارقى واكمل واخر الاوامر الالهية اللي بنزولها يالقاء بتقول اليوم اكملت لكم دينكم واتمامت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين شريعة الاسلام هي الشريعة اللي كملت الدين كله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ارسل في التوقيت الانسب لإكمال المهمة دي ارقى واكمل وهي اخر واحدة هي اللي كملت الدين كله ونزلت في الوقت الامثل المناسب ليه نزلت في بقعة مجهولة من الارض ملهاش لا تاريخ ولا هي يعني معروفة بشيء مهم يعني انا مش مش بقلل من قيمة الناس اللي هناك في المكان ده لكن ايه يعني ايه اهمية هذه البقعة المجهولة الفقيرة المنزوية دي علشان الله يختار هذه البقعة بالذات ولماذا يخالف الله اسلوبه هل يمكن ان الله يخالف اسلوبه والخط اللي هو ماشي فيه يعني ما كانش فيه ابدا حد تكلم عنا عن الله الا الا لما يكون خارج من اصول يهودية ولو علاقة به هذا الاصلي من اليهود جبتوا منين الكلام ده ايه موضوع انه كان لازم يكون فيه رسول من العرب من يقرر الله من يجيب الناس يتكلم عنه ولكن الله ليه اسلوب وكان فيه هدف الهدف ان الكل كان بيبشر بمجيء المسيح اللي هو من اصل يهودية المكان ما كان لهش اي تاريخ فاضطر الناس اللي عملوا كده اللي صنعوا هذا الدين انهم يعملوا قص ولزق من هنا وهناك خلينا نشوف الفيديو الاخير انبياء كلهم بيكملوا بعض وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم وسيد الانبياء والمرسلين اللي حصل بقى ان مع رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيه من الشرائع اللي اللي ما امنش بيه اليهود قال لك لأ ما يبقاش نبي اخر الزمان من العرب لازم يكون مننا المسيحين قال لك لا ده مش نبي اصلا ده رجل كداب البوزيين والسيخ وغيرهم كل مجموعة مسكوا شريعة معانا من نص الشرائع وقال لك بس هي دي احنا هنكمل عليها فيلاقوها نقصة حاجات كتير فيبدأوا يجودوا من عندهم بقى طب اشمعنا اخترت الشريعة دي يعني ليه مش اللي قبلها ليه تختلف الاجابات والمبررات وتقوم حروب ويموت ملايين البشر لانك عمرك ما هتلاقي مسيحي معترف ان في حاجة اسمها اسلام اصلا ولا اليهودي بيقولك وليه في اسلام ومسيحية اولا ما فيش يهودي بيقول فيه ليه اسلام ومسيحية هم عارفين لانه اولا اليهود من اول رسائل الله في العهد القديم والتاريخ الكتابي كله الشعب اسرائيل منتظر المسيح منتظر المخلص فجاء المخلص اعترف بيه بعضهم ولم يعترف بيه بعضهم والنهار ده الله بيتعامل مع قلوب الكثيرين من اليهود وبيجدوا الحقيقة وتلاقي اختباراتهم عندنا على القناة وبيتبعوا المسيح سؤادي اليهود هما ما كانوش يعني ما كانوش منتظرين نبي اصلا عشان يقولك نبي اخر الزمان هما كانوا منتظرين المسيح المخلص سواء كانوا بقى معتقدين انه مالك ولا هيجي باي صورة من الصور دي دي حاجة تانية لكن هما كانوا منتظرين المسيح المخلص اما المسيحيين فهما خلاص وجدوا المسيح امنوا بالمسيح قبلوا الخلاص اللي قدموا المسيح والمسيح نفسه قال انه سيأتي من بعد انبياء كذبة فكلنا عارفين انه مفيش حاجة اسمها نبي جديد يجي برسالة جديدة وانه كل كلام الله الموجود في كلمة الله اللي بين ايدينا النهار ده اللي يقول لنا حاجة مخلفة ليها نبقى عارفين انه مش من الله فما كانوش طبعا يعترفوا بالاسلام لانهم عارفين انه وإلى اليوم احنا عارفين انه ده دين صناعة شيطانية وليس من الله ابدا وطبعا المسيحيين عمرهم ما يعترفوا من محمد لانه عارفين مين مصدره تعرف منين انت ايمان اليهود والمسيحيين والارتباط المباشر بينهم المسيحيين واليهود هما من نفس الاصل من نفس الاصل نتبع نفس الكتاب العهد القديم اللي في ايدينا النهاردة هو ايضا نفس الكتاب اللي في ايدين اليهود المسيحيين عمرهم ما هيعترفوا بمحمد لان المسيح اتى بشريعة الكمال من الله محبة واعطانا حلول لبشريتنا وضعفنا بحلول روح الله فينا ومسرته معنا نحن نعلم ان الحق انه هو الحق لانه لما قال قد اكمل وهو على الصليب ومات وقام ليعطينا حياة دي كانت بداية حياتنا معاه وبداية خلصنا اما بقى اللي قال اليوم اتممت لكم دينكم ومش عارف ايه كل الكلام ده ومات وسبهم وهم بيصرعوا ويتخنقوا ويتحربوا ويتخنقوا على مين اللي هيقود اتباعه في هذا الوقت وهو لسه لم يدفن فده لم يأتي الا بشريعة بشرية دموية وما زلنا نعاني منها حتى اليوم النهاردة خليني يعني اقول لكم من كل قلبي انه ما قدمت لكم النهاردة من افكار هي يعني انا عارف انها مش غريبة عليكم اننا كلنا كنا بنفكر فيها بس فكر فيها بطريقة تانية فكر فيها بطريقة تانية فكر انك تعرف الاصل جاي منين وانه مش كل ما يقال لك تصدقه مش حد بيقول لك هو ده خاتم الانبياء والمرسلين ايه الدليل ايه اللي جابه محمد علشان يتواز حتى مع ما قدمه المسيح وما عرفنا الله عن شخصه في الكتاب المقدس انا عايز اروح لرسالة العابرين رسالتي النهاردة ليكم هي انكم تركزوا على ما يحميكم ويغيركم يعني تركزوا على كلمة الله في الكتاب المقدس لانها لانها اللي هتغير قلوبكم وانه ما تشتركوش في مجدلات غابية يعني الجدال في موضوع الاسلام مثلا والصح والغلط ما تشتركش فيه لكن اسمح انك تسمع من روح الله تعلم انك تسمع من روح الله وتتكلم وتصمت امتى يقولك ربنا اتكلم واسمت لانه زي ما تكلمت عن آدم وعن حوى وعن من بدء الخليقة الى اليوم في المسيح الله يتكلم معانا ويتعامل معانا كما تعامل مع كل ابناء منذ البداية لانه احيانا ايضا الحديث اللي انت بتتكلم بيه بيكون مع الاهل يمكن يكون جوزك يمكن يكون ابنك يمكن يكون زملائك في العمل فلا تنفر الناس خليك حكيم وما تشتركش فيه مباحثات غبية وكل ما تقوله على حسب قلب الله قوله لبناء الناس لتقديم شخص الله وليس نفسك وثق انه عندما تسمع من الله ارشاد اتكلم دلوقتي اتكلم في الموضوع ده ما تتكلمش في الموضوع ده اتكلم في رسالة خلاصية اسأل اسئلة اسمع من صوت الله وتصرف حسب ارشاد الله لك وثق ان الله سيأتي بثمر من خلالك عندما يكون كل تركيزك على اللي قال انا الكارما وانتم الاخصان وانه المسيح قال كده الذي يثبت فيه وانا فيه يأتي بثمر لانكم بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيء قال ايضا انه كل مولود من الله لا يفعل خطيئة لانه زرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يفعل خطيئة لانه مولود من الله يعني ايه انت مولود من الله انت قبلت المسيح واصبحت ابن لله في المسيح روح الله يرشدك وروح الله يغيرك ولوح الله يعينك على ان لا تسقط في خطية وان سقط لا تشمتي بيا عدوتي لاني ان سقط اقوم التوبة والحياة مع الله هي خطة الله لحياتك الى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة